وصلا وفد إسرائيليون الخرطوم لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين وقال موقع أكسيوس الأمريكي أن وزير خارجية الإسرائيلي إيلي كوين التقى الخميس في الخرطوم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح ببرهان لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين ونقلت صحيفة هارتس العبرية في وقت سابق اليوم عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي قوله أن الاتصالات بين تل أبيب والخرطوم بمساعدة أمريكية حققت تقدم الملموسا بين الجانبين ويبشر بقرب التوقيع على ما تعرف باتفاقيات أبرهم وكانت وسائل أعلام عبرية كشفت أن طائرة أقلعت من مطار تل أبيب فجرا متجهة إلى السودان مشاهدين للمزيد أرحب بضيفي هنا في الستوديو السيد صديق محمد عثمان الكاتب والباحث السوداني أرحب بك سيد صديق إذن وزير دولة وزير خارجية دولة الاحتلال في السودان بلد اللاءات الثلاث نعم ما هي دلالات ذلك؟ الدلالة الكبرى أن المنطقة الآن باتت مهيئة بعد تفكيك المنطقة التفكيك التام نحن شاهدنا خلال أكثر من ثلاثة عقود عملية تفكيك منظمة للأنظمة وللمجتمعات انتهى التيار القوم العروبي وانتهت حكوماته الكبيرة في البلدان الكبيرة العراق والسورية واليمن ظهر التيار الإسلامي قامت سورات الربيع العربي ووجهت بالأنظمة القديمة نفسها قمعت قمعا شديدا وهذه الأنظمة نفسها هي بقايا أنظمة قابضة في المنطقة وليس لها من المشروعية والقوة التي كانت لجمال عبد الناصر مثلا لصدام حسين على ملاحظاتهم لكن الآن صار هناك فراغ رسمي على مستوى الحكومات فراق الشعبي على مستوى تنظيمات ليس هناك الآن التحالفات الكيانات الشعبية التي كنا نراها في التسعينات التي يمكن تحرك الشارع العربي الشارع العربي نفسه ضعيف جدا الكيانات الكبرى في المنطقة العراق سوريا اليمن شعوبها نازحة داخليا أو مهاجرة خارجيا السودان أخرى الدول لحاقا بهذه المنظومة الآن صار لدينا فراغ ليس هناك حكومة رسميا الجيش هو الذي يدير الأمر الفترة الانتقالية القوى المدنية نفسها الحزبية منقسمة على نفسها وتيار سقير علماني لا يبالي بالتطبيع مع إسرائيل ولا يمالح هو الذي يسد منافذ الانتقال ويمنع التوافق الوطني الذي يمكن أن يوجد الإرادة السياسية فقط نفتح قوسين أراك لم تذكر مصر عندما تتحدث عن الدول المهمة الكبرى في المنطقة العراق سوريا اليمن أين مصر من كل ذلك؟ مصر الآن هي بقية حكومة بقية من النظام السابق يعني الآن تعيش بالدفع الذاتي حتى مؤسساتها الرسمية الصلبة القديمة التي كنا نعرف عنها بعض الحكمة مؤسسة القوات المسلحة مؤسسة الخابرات المصرية وزارة الخارجية الأجهزة الرسمية للدولة التي كان لديها بعض التقطير وبعض الحكمة التي يمكن أن تساهم بها في مشروع قومي هي الآن تعيش في حالة نهاية العمر وليس هناك عقل سياسي في مصر لا يوجد الآن عقل سياسي حتى الذي كان في عهد المبارك على خموله انتهى الآن يوجد نظام تسيطر عليه قوات المسلحة قوات المسلحة نفسها في مصر ليس لديها القيادة التي كنا نعحدها فيها الأجهزة الدولة حصل فيها تجريف تام المجتمع سلسه الآن خارج إدارة الفعل طيب بالعودة إلى السودان والمشروع التطبيع والانضمام إلى اتفاقية أبراهام ما هي مصلحة السودان بالتطبيع مع دولة الاحتلال؟ ليس هناك أي مصلحة للسودان من التطبيع مع إسرائيل المصلحة الأساسية هي المصلحة الإسرائيلية وتحديدا كما أشرت أنت هم يريدون الآن الكفاف من وراء مصر كآخر دول يعني القديمة المعروفة على تطبيعها مع إسرائيل هم يريدون أن يؤمنوا موقفهم تماما بالالتفاف من خلفها حتى يخطو عليها أي إمداد خلفي وسند أمني وسند سياسي من السودان يمكن أن يكون دافع للحكومة المصرية أو للمجتمع المصري أن يعود مرة أخرى ضد التطبيع ليس هناك فإذا تجنى السودان ليس لديه علاقات مباشرة مع إسرائيل في أي مجال من المجالات الحيوية في الحياة إذن هو خيار الإنقلاب وليس خيار شعبي سواء في السودان أو في الدول الأخرى إلى أي مدى يمكن القول بأن الإنقلابيون في السودان يشترون رضا الدول الغربية أو المجتمع الدولي من خلال هذا التطبيع مع دولة الإنقلاب؟ أنا أظن أن هذا القول فيه مجانب للحقيقة لأن الإنقلابين نفسهم أو القوات المسلحة ليس لها عقل مركزي البرهان لا يمسي قوات المسلحة بأي حال من الإحوال وأنا أظن أن القوات المسلحة نفسها الآن تتململ ضد هذا التوجه ولا تستطيع أن تعبر عن ذلك لأن ليس هناك إرادة سياسية في المجتمع تشجعها على ذلك إذا وجدت هذه الإرادة فأنا أرجح أن القوات المسلحة ستقف ضد هذا التوجه بشدة القول بأن هناك عقل سياسي في السودان هو يعني يقف وراء هذا ويحاول أن يشتري مصلحة المجتمع الدولي ودعمه وكذا كان يمكن أن يقال هذا عن حكومة حمدوك مثلا باعتبار أنها حكومة وراءها تحالف سياسي لديه تواجهات محددة ليس له جزور في المجتمع يحاول أن يوجد مشروعية من خلال الدعم الدولي البرهان ليس له توجه سياسي معلوم وهو أقرب إلى القومين العرب في السابق وهؤلاء الآن هم ضد التطبيع هم أكثر الكيانات السياسية في التحالف ولكن سيد صديق هل يهم العسكري هذه الخلفيات سواء قومي عربي أو إسلامي إذا أراد مصالحه الشخصية نحن نرى العسكر سواء في مصر اليوم في السودان في أكثر من بلد والحقيقة الكثير بل معظم ربما الأنظمة العربية لأنه يفتقدون كما يرى كثير من الباحثين وأنت ربما أشرت إلى ذلك قبل قليل لأنهم يفتقدون إلى المشروعية الشعبية فيلجأون إلى المشروعية الخارجية طبعا هذا صحيح من هذه الناحية لكن أنا أظن أن العسكريين في السودان هم الآن مساقون سواء كان الفريق البرهان أو نائبه الفريق حميتي مساقون قهرا إلى هذا الاتجاه لأنهم ليس لديهم مصالح مباشرة مع إسرائيل إسرائيل استخدمت حاجة الولايات المتحدة الآن إلى وقف التدخل الروسي في غرب أفريقيا والسودان هو بوابة هذا التدخل إلى غرب أفريقيا أو أحد المنظومات داخل هذا التدخل فاستطاعت أن تفرض أجندتها على طاولة السياسة الخارجية الأمريكية وأن تصبح هي الوكيل الذي يؤمن لأمريكا وقف التدخل الروسي في غرب أفريقيا بداية بالسودان وافريقيا الوسطى وشاهدنا اليوم الرئيس الشادي في تل أبيب يفتتح سفارته وأنعم عليه ناطق رسمي لحكومة الإسرائيلية بلقب رئيس الدولة الإسلامية في تشاد فصارت تشاد الآن دولة إسلامية لأنها صالحت أو طبعت مع إسرائيل نعم للأسف شديد كل هذا يشير تشاد أضف إلى السودان يعني زيارة وزير خارجية إسرائيل إلى الخرطوم يأتي أيضا بعد يوم أو يومين من الاتفاق مع أثيوبيا في موضوع سد النهضة وكأنه الهدف هو مصر تحديدا كما أشرت قبل قليل عبر التدمير الذاتي من قبل النظام السيسي في الداخل وعبر الحصار الخارجي أو الضرب من الخارج كما يقال نعم نعم ومصر الآن صارت لغمة سائقة سهلة جدا لإسرائيل التي تمدد فيها لأنها قطعت تماما من محيطها ومن مداها الخلفي الاستراتيجي في السودان أو في أثيوبيا نعم وكما ذكرت كما أشرت من قبل أن مصر نفسها تعاملت مع موضوع سد النهضة بغير حكمة نعم وكادت أن تورط المنطقة كلها في انفجار أمني كادا ينسف الاستغرار في المنطقة كلها لذلك الآن الإسرائيلين استفدوا من هذه الأخطاء ويحاولون أن يحاصروا ما تبقى من المؤسسة مؤسسة الدولة المصرية حتى يستطيعوا لاحقا أن يكملوا هذا التفكيك نعم طيب هل تعتقد بأن السودان ذاهب إلى الانضمام إلى اتفاقية أبراهام وفتح سفارة له في تل أبيب هذا يتوقف على عودة الإرادة السياسية في السودان إذا ظلت الإرادة السياسية في السودان غائبة وأنا يعني هنا تحديدا الإسلاميين لأنهم هم العنصر الأساسي في المعادلة السياسية القائب تماما الآن عن الساحة بعضهم باختيار نعم وبعضهم بغير معرفة إذا لم يعود هذا المكون تحديدا ويستطيع أن يشكل يعيد تشكيل إرادة السياسية داخل السودان أنا أعتقد أن مؤسسات الدولة في السودان لا تزال متماسكة لا تزال هي الوحيدة في المنطقة تقريبا التي يمكن إذا استعادت وعيها واستعادت بعضا من الدعم من المشروعية السياسية أن توقف هذا المشروع لكن في غياب هذه الأراضي السياسية نظن أن من السهل جدا الضغط على الأوضاع القائمة الآن أو على القيادات العسكرية والمدنية القائمة الآن في السودان في اتجاه التطبيع وفي اتجاه قبول اتفاقات أبراهام أشكرك جزيلا سيد صديق محمد عثمان الكاتب والوحيد السوداني على حضورك شكرا